يسود هدوء حذر الجبهة الجنوبية في لبنان تزامنا مع اليوم الرابع للهدنة في قطاع غزة وأفادت وسائل أعلام لبنانية بأن ليلة أمس شهدت إطلاق الجيش الإسرائيلي لثلاث قدائف على أطراف جبل بوض دون رد من قبل حزب الله من الجنوب اللبناني تنضم إلينا مراسلة الحدث ناهد يوسف أهلا ومرحبا بك معنا ناهد هل بالفعل ما زال الهدوء يخيم على الجنوب اللبناني نعم رشا بالفعل اليوم كان هادئا جدا لم تسجل أي خروقات على صعيد الميدان على عكس يوم أمس كما ذكرت فقد تم إطلاق ثلاث قذائف على جبل بلاط من قبل الجانب الإسرائيلي في حين لم يكن هناك من رد من حزب الله وأيضا كان اليوم الذي سبقه سجلت عدة خروقات من الجانب الإسرائيلي اليوم لم تسجل أي خروقات لهذه الهدنة كان اليوم هادئا جدا الأهالي كانوا يتحركون في منازلهم قمنا بجولة اليوم رشا على عدد من البلدات الحدودية لم يكن هناك عدد كبير من الأهالي والعائلات التي كانت عادت في اليوم الأول من الهدنة للإطمئنان أو تفقد أملاكها ومنازلها اليوم كان البعض يظن بأن الهدنة ستنتهي وأن اليوم سيكون هو اليوم الأخير منها لذلك أخذوا حاجياتهم وغادروا البلدات عودة إلى الأماكن التي كانوا نزحوا إليها قبل أن يتم الإعلان عن تمديد هذه الهدنة الذين تحدثنا إليهم أو الذين صدثناهم كانوا يقولون بأن المشكلة الأساسية اليوم هي التعويض عليهم خصوصا هؤلاء الذين تضررت منازلهم أو دمرت بالفعل كنا رصدنا عدد كبير من المنازل التي كانت لحق بها دمارا كبيرا هناك منازل أخرى أحرقت بالكامل ولذلك اليوم الصرخة هي للتعويض على هؤلاء حتى التعويض على أرزاقهم في حين بعض الأراضي الزراعية كانت أحرقت بالكامل بفعل القذائف الفسفورية التي كان يلقيها الجانب الإسرائيلي وبالتالي مصدر أرزاقهم تلاشى لهذا الموسم لذلك كانت هذه المناشدات والنداءات من السكان للدولة اللبنانية للتعويض عليهم في حين وضع الدولة اللبنانية يعني معروف بأنه ليس هناك من قدرة وحتى الآن الدولة اللبنانية أو الحكومة لم ترصد أي مبالغ أو تؤكد على خطة طوارئ أو مبالغ يمكن التعويض بها كان هناك حديث عن مبلغ 15 مليون دولار ولكن حتى الساعة لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع مجلس الجنوب كان يقوم بمسح للأضرار يعني خلال من اليوم الأول لهذه الهدنة رشا كان هناك أعمال لمسح الأضرار في البلدات الجنوبية المتضررة لمعرفة ربما المبالغ المطلوبة من أجل التعويض على الأهالي غير ذلك أيضا مشكلة المياه بعد تلوثها بفعل القذائف الفسفورية إذ أن معظم المنازل هنا تحوي آبارا منزلية وبعد إطلاق القذائف الفسفورية وبعدها تساقط الأمطار التي امتزجت بها وسحبتها إلى الآبار هذا الأمر أدى إلى تلوث المياه وكانت هناك مناشدات بعدم استخدام هذه المياه قبل إجراء عملية تنظيفها ربما وتنظيف هذه الآبار قبل الاستخدام لذلك بالفعل حتى وإن كان الجو هادئ وليست هناك من أي خطورة على حياة المواطنين بفعل القصف الإسرائيلي إلا أن المشاكل أصبحت الآن مضاعفة عليهم خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي في الأساس يرزح تحتها اللبنانيون غير ذلك هناك طبعا ترقب لما قد تحمله الساعة المقبلة عددنا الأهالي قالوا بأنهم لن يعودوا إلى بلداتهم قبل التأكد بالفعل من أنه أصبح الوضع آمنا وأن الحرب انتهت في غزة حتى لا تنعكس طبعا على البلدات الجنوبية الحدودية من الحدود الجنوبية اللبنانية كنت معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف شكرا جزيلا لك ناهد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة